وفي الضفة الغربية ارتفعت حصيلة الحملات الاعتقالات التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى ثمانية ألاف وثلاثين معتقلا بعد اعتقال أربعين فلسطيني بينهم ثلاث نساء وأسرى سابقون خلال الساعات الماضية وقالت السلطة الفلسطينية أن عملية الاعتقال تركزت في محافظة القدس التي تشهد تصاعدا في هذه الممارسات خلال شهر رمضان المبارك وأشار بيان السلطة إلى أن هذه الحصيلة تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية مشيرا إلى أن حملات الاعتقال رافقتها جرائم وانتهاكات أبرزها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح إلى جانب التخريب وتدمير واسع النفاق في المنازل ومصادرة المركبات والأموال ترجمة نانسي قنقر